بصوا سيداكرهم هيحصل او بدأ بالفعل بدءا من النهاردة واضح جدا الكل بيتكلم في ده سواء اذا كانت اخبار منشورة او الناس زيادة تخفيف الاحمال هم بيقولوا ان زيادة التخفيف بتاعت الاحمال دي كانت النهاردة بس لاجراء الصيانة طيب هم مين اقول لك انا وزارة الكهرباء وزارة البترول قالوا يا جماعة نظرا لتزامن بعض اجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الاقليمية ومع زيادة معدل الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة علشان بالتأكيد الناس بتشغل مراوح اللي عنده تكيب بيشغل التكيف الى اخره فده هيستدعي زيادة فترة تخفيف الاحمال النهاردة بس ساعة زيادة علشان نحافظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة انا ليه بقولك الكلام ده لانه انا واحد من الناس النور قطع عندنا زي زي كل الناس برضو يعني طيب اللي احنا بنسميه تخفيف الاحمال ده فانا بيني وبينكم انا واحد من الناس الذي استشطت غضبا بجد بامانة يعني ليه اليومين دول يومين بتوع امتحانات للسنويات العامة السنويات العامة بقى على اختلاف انواعها والوانها واشكالها فيه الولاد وولادنا بيذكروا للسنوية العامة علشان السنوية العامة المصري وفيه ولاد تانيين مش عارف في السنوية العامة الامريكاني والتلتين في الفرنساوي والربعين في الالماني اتمنى ما يبقاش فيه كمان عندنا سنوية عامة ايطالي مهم فدول يومين صعبين مش بتوع تخفيف احمال وقطعي كهربا لفترات طويلة باي حال من الاحوال ليه مش لأي شيء في الوجود انا ممكن استحمل الحر الصبح بس ما استحملش ان العالم تذكرش فطبعا انا كمواطن غيري من المواطنين استشطنا غضبا جدا لكن بالمتابعة لقينا انه بالضبط كده يا جماعة لا ده مش تخفيف احمال مستمر انا بقولك الكلام ده علشان بس تبقى فهم لان انا عارف انا عارف انه هلاقي فجأة صفحات بتاعة فيسبوك ومش عارف اكاونت على تويتر وناس مش عارف بتكتب فين على انستجرام وهكذا هيبدأوا ياخدوا الحدوتة ويحول الحبة لقبة الكلام ده النهاردة وبس مرة كمان طيب النهاردة وبس مش كل يوم يعني ده مش فصل الصيف اللي احنا بدأناه تقريبا خالص ده متعلق بهذا اليوم ثق تماما انه معمول حساب جدا انه في حاجة اسمها مذكرة وفي حاجة اسمها مدرسة وفي حاجة اسمها متحانات الى اخره وانه لن يتم يعني المخاطرة او انه يتم استبدال مصلحة الولاد بتخفيف الاحمال ثق من ذلك اي حد هيقولك غير كده غلط لان انا لقيت بعض الناس بتتكلم ده من مبارح حتى الناس بتتكلم من مبارح يقولك بصوا يا جماعة الفترة اللي جاية قطع الكهرباء هيبقى ساعتين وثلاثة انا استغربت يعني بناءا على ايه حد قال كده اذا كان انا قدامي رسميا ما بيتقلش ده وهنتكلم هنا على الوزارتين المعنيتين يعني انت هتاخد الكلام انا بكلمك بامانة اجتهاد من مزيع تاخد الكلام مجرد اجتهاد من مزيع او تاخد الكلام مجرد فتي من واحد على فيسبوك او تاخد الكلام مجرد هبد من واحد على تويتر والاكس وسكت مش احتمال اكس يرجعوا تويتر تاني الوم موسك عمل استطلاع لأ 86% يقولوا رجعهن اسمه تويتر فقالهم طيب حاضر الوم موسك يعني رائع يعني زهنه مستريح يعني كل تفكيره دلوقتي اغير من اكس لتويتر وتويتر الاكس واحنا عندنا حرب وحدودة مهم يعني فلا تاخد الكلام من واحد هبيد على تويتر اكس اكس تويتر صميه زي ما تسميه ولا تاخد الكلام من واحد عمال بيفتي على صفحات بتاعت فيسبوك ولا حتى تاخد الكلام اجتهادا من موزيح حتى اذا كنت انا ولا اي حد من زميل فالحاجات دي ما فيهاش اجتهاد ممكن نجتهد في تحليل نجتهد في تعليق نجتهد في تصور اما فيما هو متعلق بقرار ده ما فيهاش اجتهاد القرارات ما فيهاش اجتهاد من حد القرار هو نسمعه ناخده من صاحب هذا القرار اصحاب القرارات في الحالة دي الكهرباء والبترول قالوا بالزبط يا جماعة ما فيش قطع الكهرباء ولا حاجة او بالادق لا هي مش هتبقى ساعة زيادة في اليوم زي ما البعض بيقول يا كل القصة النهاردة فقط لا غير علشان الصيامة والسلام عليكم ومنكم وإليكم اشتركوا في القناة